على صفقات كمالة عدد وده أيضا ما طرحه إدارة الزمالك من أيام لما قالت إن إحنا مش نجيب صفقات جماهرية إحنا نجيب صفقات بتخدم نادي الزمالك رغم برضو اعتراض أو قلق مشجعي الزمالك على جانب آخر من الجودة بتاعة الصفقات ممكن تبقى أنت طامح في عبدالله السعيد ما يجي لكش عبدالله السعيد أنت كمشجع لكن يجي لك زكريا الوردي اللي ما كانش أبدا في حساباتك لكن الزمالك كإدارة فنية وإدارة كروية بتقول لا أنا زكريا الوردي ده جايبه عشان عارف إمكانياته وعارف هيضيف إلي الفريق وابراهيم انداي نفس القصة ده تفكير الإدارات وأحيانا في ظروف بتبقى محيطة بالقصة أنت كمشجع تقول أنا ما يش دعوة أنا عايز دعيب كويس يساعد فريق هو يقول لك ما أنا نفسي أنا كمان أعمل كده بس في حاجات تانية بتبوزها في حاجات تانية بتصعبها فلوس بقى قرارات من أندية أخرى تفاوض ما بيتمش في آخر اللحظة وهكذا من الأمور في نفس السياق بالمناسبة محمد مغربي يلاعب تيبليستا تشيلتيكي اللي هو المدافع اللي راح إعارة طلع من حسنات بروكتش المدير الفني للقطاع الناشئين للنادي الأهلي أنه طلع العيبة للإعارات موسيماني كانت داله فرصة وطلع على تيبليستا اللاتشيكي الأهلي قرر أن يقطع الإعارة كان اللاعب ده مطلوب ضمن السفقات تبادلية لكن هو قال لنا تحت أمر الأهلي إذا أراد دلوقت الأهلي بيأمر بالعودة رفض كل العروض والأهلي بيقولوا أنه ممكن يكون من اللاعبين المعتمد عليهم في الفترة المقبلة بالنسبة لدفاع الندي الأهلي واللي بيسهل ده أن الأهلي حاطت بند وقت الإعارة أنه في أي وقت في أي وقت في أي وقت يعرف الأهلي يقطع الإعارات ويعيد لاعبي طيب بالمناسبة الأهلي عشان نبقى خلصنا قصة السفقات الأهلي عارض كام عشان مصطفى شلبي وإمبي طالب كام علشان يبيع مصطفى شلبي للأهلي الأهلي عارض 13 مليون جنيه وإمبي عايز 25 مليون جنيه ورافض أن القصة يبقى فيها السفقات تبادلية الأهلي طب يقولوا طب ده لا أنا عايز 25 مليون مقفولة طب 13 مليون وصفقة لا بالنسبة لأمبي لعبة الأهلي مرتبتها عالية فلما تجيب لي واحد إعارة فأنا كده خزنتي هتتكلف قصة مرهقة فأنا عايز 25 مليون وخب مصطفى شلبي اللي أنت كنت عايزه قبل كده ودلوقتي ما زلت عايزه واللي عمل موسم كبير قوي في الدورة الممتاز وإديني الفلوس وأنا بقى أبدأ أتصرف بالفلوس دي بشكل كويس وعرف أن أنا أزود الأسماء بالمناسبة فيه لعيب هتسمعوا اسم إعلان رسمي خلال الأيام اللي جاي بمناسبة أمبي اسمه سيف الخشاب سيف لعيب كويس قوي هو ظاهير أيسر ومساك كمان ولعيب هتلاقي زياداته الهجومية كويسة جدا أنا متابعه من زمان أوى عرفه يعني فاتفاجئت النهاردة المعلومة أن القصة أمبي خلص معاه وهيعلن فأنا ببارك لك يا سيف لأن أنا عارف قصة كفاحة يعني مع الكرة فربنا يوفقك بإذن الله في رحلتك الجديدة مع فريق أمبي بإذن الله طيب ده بخصوص السفقات المختلفة على مستوى